المعلومات أيضا الجديدة اللي وصلتني تقول أن أمس الثلاثة 16 نومنبر عناصر من مركز جهوي لأمن الجيش في قسنطينة ألقوا القبض على ضابطين من الاستعلامات العامة للشرطة بتهمة التغطية على قضية فساد وتلقي رشاوة وهذا كله المصدر اللي يتحدثلنا في هذا الأمر ويكشفلنا في هذه المعلومات يقول بأنه هذا ما يجري كله في إطار الصراع قضايا الفساد والمخدرات راه لا تحسى ولا تعد راه كبيرة راه تمتورطة فيها رؤوس كبيرة ولكن الذي يحدث أنه يتم تفجير هذه القضايا بطريقة في إطار الصراع هذا الصراع لماذا؟ لأنه مثلا جهاز أو مصرحة سكورات لهي مصرحة مكافحة الإرهاب اللي يقود فيها الآن اللواء المتقاعد جبار مهنم هذه عندها ملفات خطيرة تتعلق بالاختراق اختراق تنظيمات اختراق جماعات وصلوا حتى المالي أيضا عندها ملفات حول جنرالات ومسؤولين كبار في الدولة وأيضا عندها ملفات ونسخ من ملفات تتعلق بالفساد وأنا قلت لكم من قبل بأن الذي حدث أن هناك اختفاء ملفات الفساد اللي كانت عند الديارة هناك تم تهريبها من أطراف ما ووضعت في مكان ما ويبدو أن السعيد بوتفليقة عندما هدد في المحكمة بهذه الملفات أنه يعني ما يقول يعني ما يقول بمعنى أن هناك ملفات فساد عند آل بوتفليقة موجودة في مكان ما ورهي محتوطة ليتم تفجيرها في الوقت المناسب وأنه من المؤكد أن أياد الأجهزة لن تصل إليها والمعروف في هذا السياق حتى ما نوضح نقطة مهمة أن بوتفليقة عندما وصل إلى السلطة استعمل هذه الطريقة حيث أنه كل ملف فساد كبير يتم تفجيره ويتصل إلى المخابرات يطلبه وإذا وجد فيه رؤوس كبيرة يستعملوا ضد تلك الرؤوس وبذلك استطاع أن يسقط كثير من الرؤوس أوصل محمد العماري إلى التقاعد وغير وغير من الجنرالات النافذين واستطاع أن يفكك العلبة السوداء اللي كانت قبله أصنع علبة جديدة تكون من رجال مال وأعمال وسياسة وسلطة أيضا وعسكر أخدم علبة جديدة لكنه فكك العلبة القديمة عن طريق هذه الملفات ونذكر في هذا السياق مثلاً ملف زنجبيل هو يعتبر من أخطر الملفات الكبرى في قضايا المخدرات وبعد ذلك قالوا بأنه انتحر أو مات في ظروف غامضة المهم الحكايات الكبيرة ولكن الملف كان على مكتب بوتفريق وقد تحدثت عن هذا الأمر في حينه أعتقد في 2008 أو 2009 فيما قال نشرته على الأنترنت وفي الصحف تحدثت أنا ذاك بأن ملف زنجبيل هو من أخطر الملفات التي تواجه النظام الجزائري ولكن بوتفريق مسكوا واستعملوا واستطاع أن يفرض نفسه بمثل هذه الملفات سعيد بوتفليقة هو أمين سر بوتفليقة عبدالعزيز ولذلك كل الملفات كانت بيديه لذلك أين هي الملفات هذه؟ هل ما زالت في رأس الجمهورية؟ لا أعتقد هل هربت إلى مكان آخر؟ هذا المؤكد أيضاً أين ملفات الدياراس وما يخص الفساد؟ كان الدياراس فتح ملفات كبيرة وكان كل المسؤولين كان عليهم ملفات عن جامعة الدياراس هكذا كان يعمل توفيق ولكن ورحت هذه الملفات؟ أنا جبت لكم معلومة من قبل بأن هناك عملية اختفاء ملفات فجأة تلك الملفات غير موجودة في الأرشيف وتم مسحها أصلاً حتى من ديسك دير اللي كانت مخبية فيه كملفات إلكترونية ورحت الله أعلى وأعلم ولذلك الآن يجري استعمال هذه الملفات في صراع كبير في أعلى حرام السلطة الصراع في المشهد السياسي روى أنساه لا يضر ولا ينفع شيئاً المشكلة في صراعات الأجهزة ولوبهات حتى إن وجدت في السياسة لكن لديها نفوذها في تعطير هذا الصراع بين الأجهزة لذلك هذه العمليات التوقفات الآن التي تستهدف رأي تجري في قسنطينة وفي العاصمة وفي وهرن وفي الولايات الكبرى هذه راه تدخل ضمن إطار صراع على ريع فساد سابق راه صراع بين ناس تورطوا في الفساد لا يوجد مسؤول أمني لم يتورط في الفساد في عهد بوتفريقة ولم يأخذ من الخزانة العامة ما ملأ بطنه وبطون من مقربين منه جنرالات راه عندهم ممتلكات كبيرة في الداخل وفي الخارج وتم تهريب أموال كبيرة في رأيكم هؤلاء اللي مازال عندهم النفوذ الآن لا يمكن أن يتساهلوا لأي وجه جديد قد يجي ويحسبهم مستحيل يستعدوا يدخلوا الجزائر في حرب أهلية وفي حرب أقليمية وما يفتح ملفات الفساد راه هم شافوا واش صراع مثلاً في فطرة معينة ويحيا وكذا واش صراع السلال يعني يقبلوا هؤلاء يصراع لهم ما صراع السلال من المستحيل من المستحيل راح يديروا كل ما في وسعهم